وينضم إلينا عبر الإنترنت من واشنطن أحمد منصور عضو حملة سفراء غزة في أمريكا سيد أحمد حييك على الجزيرة مباشرة والحقيقة في البداية دعنا نوضح لأسادة المشاهدين طبيعة حملة سفراء غزة في أمريكا ما الذي تقومون به؟ شكرا على استضافة أخي أحمد نحن في سفراء واشنطن نحمل آمانة غالية جدا ألا وهي تمثيل شعبنا وأهلينا في قطاع غزة أنا أنتمي لجيل التسعينات هاجرت بعد دراسة البكالوريا بال2015 جميع دفعتي هاجروا وقررنا أعطينا عهد وقسم الرجال لبعضنا البعض بأننا أينما حللنا سنكون سفراء لرسائل وهموم شعبنا في قطاع غزة انتهى الأمر بجزء مننا في العاصمة واشنطن وعبرنا من خلال جاليتنا الفلسطينية في شيكاغو لأن شيكاغو هي قلب الجالية الفلسطينية في المنفى في 2021 بعد معركة سيف القدس ذهبنا نحن أبناء غزة إلى الجالية الفلسطينية وشرحنا لهم عن خلفيتنا نحن أبناء قطاع غزة من مخرجين وفنانين وممثلين ومسرحيين بأننا سوف نحمل راية لواء غزة في واشنطن فعملوا حفل وصرح كبير يليق بتضحيات أهلنا بقطاع غزة وأطلقنا مبادرة سفير غزة فنحن اليوم هنا سفراء غزة يقودوا مظاهرات في الشوارع يقودوا اجتماعات مع الأساسة الأمريكان نجتمع مع أصدقائنا في حركة السود مهمة مع المسيحيين من أجل فلسطين مع المسلمين من أجل فلسطين مع المسنين لأجل فلسطين فنحن نبني جسور بين أهلنا بقطاع غزة وبين المناصرين في الولايات المتحدة الأمريكية أخي أحمد وصحح لي كنت علمت أنك دعيتما ودعيت للقاء لبلينكين لتوضيح الصورة رفضتم لقاء معه أو مع بعض المسؤولين الأمريكيين هل هذا صحيح؟ صحيح لماذا رفضتم اللقاء معه؟ بالأقل كانت فرصة لتوضيح الصورة أكثر والتأثير عليهم بحقيقة الأمر أخ أحمد كنا تقريبا من ثاني أسبوع بعد بداية العدوان على قطاع غزة قررنا مع بعض الأخوة والأخوات سفراء قطاع غزة في الولايات المتحدة الأمريكية قررنا بأن نجلس مع أنتوني بلينكين وزير الخارجية لأن بهذاك الوقت تقريبا لحتى الآن نقود تقريبا شبه يومي لجان وفريق لزيارة أساسة الأمريكان إن كان بمجلس الشيوخ أو بمجلس البرلمان للحديث وإعلامهم عن الوضع الجاري في قطاع غزة فحاولنا منذ البداية أن نقابل بلينكين عندما كانت حصيلة الشهداء لا تتجاوز المائتين أو ثلاثمائة ولكن لم يرد بأن يقابلنا قلنا ماشي خليه ماشي يا بلينكين نلعب سياسة خلنا نلعب سياسة قدم يعني ما مضينا قدما باجتماعاتنا مع الكونغرس مع الممثلين إحنا كأمريكان بدأنا أن نتقابل مع السيناتور الممثل عن منطقتي مثلا أنا أقتل في ميرلند الأخ عبدالله مثلا يقتل في ولاية أوهايو قررنا بأن نتقابل مع الساسة الذي يمثلونه بشكل محلي في الكونغرس طيب الأسبوع الماضي بلينكين فجأة قرر أنه يقابل ناس من غزة وأنا أحد الأشخاص اللي وصلني إيميل شخصي بأن أنا أقابله تحدثنا مع الإخوة والأخوات عن طبيعة اللقاء وماذا يجب فعله فقررنا بصورة جمعية كان القرار بأنه السيد بلينكين لا يستحق منا أنه قابله في الوقت الحالي لعدة أسباب السبب الأول أنه حصيلة الشهداء الآن فأتفوق 27 ألف يعني مقابلتنا مع بلينكين مش راح يرجع هدو الأرواح الشهداء وطبعا نحن نترحم على جميع الشهداء ونسأل الله بأن يتقبلهم مع السديقين والأنبياء ونسأل الله أيضا الشفاء العاجل لجرحان الأبطال ثاني سبب السيد بلينكين يعني بيّن حقيقة أمره هذا السيد وزير الخارجية مثلا لو بنا نطلع على شخصيته جده موريس هو من أحد مؤسسين الأيباك اللوبي الصهيوني السيد بلينكين عندما ذهب مهرولا بعد السابع من أكتوبر ذهب هناك كيهودي طب وزير الخارجي الأمريكي عادة عندما يذهب لأي صراع يذهب كمفاوض كمصلح فهو فقد هذا الإطار إطار الإصلاح لأن أمريكا بشكل عام هي دائما تلعب دور المصلح بعض الأحيان وبعض الأحيان تغطي على جريمة مشاركتها بهذا الصراع أو الحدث بهذا الصدد هو الحدث السابع من أكتوبر بلينكين لم يكن مفاوض ولم يكن وسيط بل كان واضح منحاز للجانب الصهيوني فلذلك هذه الأسباب بسيطة لعدم وافقتنا أن نذهب إلى الاجتماع أتمنى في نصف دقيقة وبسرعة شديدة هل هذا موقفكم أنتم بشكل عام وكل العرب والمسلمين أمريكيين من أصل عربي هل سيكون لصوتكم تأثير في الانتخابات الرئاسية القادمة هل من الممكن بالفعل أن لا تصوتوا لصالح بايدن حتى تعاقبوا على هذا الموقف تجاه فلسطين وتجاه غزة؟ يعني ماذا أنتم فعلنا في هذا السياق باختصار سيدا؟ السؤال بغاية الأهمية السبب الرئيسي من سبب اجتماع بلينكين فينا هو الانتخابات وليس أهلنا في قطاع غزة هم الآن مدركون بأن طوق نجاتهم يكمن بأيدينا نحن العرب والمسلمون وحلفائنا وقصوصا في الولايات المتأرجحة كميشيغن وويسكونسين وبنسلفانيا فنحن قادرون بإذن الله على قلب المعادلة في شهر نوفمبر حينها ممكن أن نجلس مع بلينكين وعندنا نقاط قوة أما الآن فهو لا يستحق بأن يرى عين من أعين قطاع غزة وإن شاء الله غدا لناظره قريب ونوفمبر سنذكر يعني علمت الآن هناك ما يقرب من أربعين من أسرتك في قطاع غزة سشيدو أحمد الحمد لله قدمنا أختي الصغيرة الشيماء الشيماء تم اغتيالها يوم ستة اتناعش مع بنتها مها لم تتجاوز العامين وأبناء العمومة والأخوال تقريبا أربعين شخص الحمد لله لله ما أخذ ولله ما أعطى ونحن كسفراء غزة هذه هي الأمانة الآن أنا مخرج تلفزيوني ولكن الآن أجد نفسي امتداد لصمود أهلنا وشعبنا في قطاع غزة هنا في واشنطن فهذا البلاء اصطفاء نعتبره من الله ولكن الآن نحن الشعب الأمريكي ينظر لنا كنظرة قادة لهم في الانتخابات كيف سيصوتون الحمد لله ينظرون إلينا كمرجعيتهم طبعا رحم الله الجميع يعني خالص عزائنا لك أخ أحمد ورحم الله الجميع ربنا ينزل عليكم يعني الصبر والسلوان شكرا جزيلا أحمد منصور عود وحملة سفراء غزة في أمريكا كنت معي عبر الانترنت شكرا جزيلا لك أحمد شكرا جزيلا لك